أعطيكم العافية جميعاً ربنا نحكي عن محاضرة الـ Viral Infections للغاسترو intestinal system تمام؟ في هذا المحاضرة رح نبدأ بالحكي عن اللهم الـ Viruses of Gastroenteritis رح نحكي شوي عن الـ Virology The major viruses responsible for Gastroenteritis are all naked يعني ما عندهم Enveloped وبحكيك بأنه لما يكون الفيروس ما عنده Enveloped This makes it easier for the virus to resist and infect the stomach and Intestinal فلما ما يكون عندي Enveloped سيكون سهل على الفيروس بأنه يسوي انفكشن ويدخل ويسوي انفكشن للسطمك والإنتستن هم إكوساهيدرالفيروس إذا هذا إكوساهيدرالشيب and they are classified according to their genome into وبنقدر نقسمهم ديناء على الجينوم تبعهم لا RNA viruses ولا DNA بالنسبة ل RNA viruses لدينا أو 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 وهو اللون الأصفر في دوائر صفرة هذا الأوطر لير عنده ميجر كمبوننت وهو وهو فيرال بروتين 7 وهو VP7 أو بسموه يعنيه VP7 أو اسمه كمان وهو الـ Glycoprotein تمام فإذا الأوطر لير الميجر كمبوننت تبعه من الميجر كمبوننت تبعه VP7 تمام هذا اللي باللون الأصفر ويكون VP7 أو بيكون شو أو بيكون Glycoprotein ثاني لير اللي هو الـ Intermediate layer the major component which is VP6 أوكي وبرضو بالـ Intermediate layer عندنا شو بيطلع عندنا اللي هم الـ Spokes الـ Spokes زينه توقات أوكي are held in place by both VP7 and VP6 الـ Spokes هدول الحمر أوكي هدول الحمر تمام الـ Spokes هدول الحمر بيطلعوا من وين بيطلعوا من الـ Intermediate layer اللي هو هذا باللون إيش باللون الأزرق تمام أوكي ومين بيمسك الـ Spokes بيمسكهم الـ VP6 اللي من الـ Intermediate layer والـ VP7 اللي من الـ Outer layer أوكي الـ VP6 اللي من الـ Intermediate layer و الـ VP7 اللي من شو اللي من الـ Outer layer أوكي وذيس Spokes هم هم they are made up of VP4 أوكي وذيس Spokes هم made up of شو of VP4 اللي منسميهم Proteins Sensitive Protein جدا مهم تتذكروا انه VP4 هو Proteins Sensitive Protein هو Proteins Sensitive Protein تمام فهذا نحن عندنا الـ Outer layer عندنا الـ Intermediate layer واخر شيء عندنا شو عندنا الـ Inner layer أو الـ Core The major component of which is Viral Protein 2 أو VP2 يتحضر 11 سيجمت هذا اللي هو باللون الأخضر هو الـ Inner layer هذا هو هذا هو الـ Inner layer هذا اللي هو باللون الأخضر ويتحضر شو لهم 11 سيجمت اللي أنا أريد أن أفعله 11 سيجمت 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 الـ VP1 اللي هو هاد VP1 اللي هو هاد هذا شو هو دقيق شوي هاد هذا شو هذا RNA Polymerase RNA Dependent RNA Polymerase RNA Dependent RNA Polymerase فإذن خلصنا الـ Outer layer حكنا الـ Outer layer مكون من VP7 الـ Intermediate layer مكون من VP6 و VP4 VP6 و VP4 الـ VP4 هم الـ Spokes هم شو هم الـ Spokes واللي سميناهم إيش Protease Sensitive Protein سميناهم Protease Sensitive Protein و آخر شيء حكينا عن الـ Inner layer أو اللي هو Core layer و The Major Component تابع من اللي هو VP2 الـ VP2 اللي هو وهو أعطى و و هو و حكي بحكي لك أنه هذا محاول وهو الفيروس هذا يقوم بس داخل الفيروس لما يخسر يعني من الفيروس أنه يخسر الضوء الخارج والانترميدي فهذا تحول من تريبلا يرسل كثيرا ثم تحويل دبلا يرسل ثم تحويل دبيلا يرسل إلى مختلف الجوال تمام روتا بايجرس ان نقسموا لما يمكن نقسمون ان نقسم بحسب الـ zero type و حسب الـ groups نقسم نقسم من هذا الـ zero type اجدهم اهنه في نضيفها نقسم بجربيه ان النظائرة الي الحذر او التبريقه أن نقسم بجربيه عن نوع العناج للناس و أن الناس كzessor الغitchات يمتلك حذر البريق الجربيه الوأس من المقذة الانترميدوي نقسم الأساس أو حسب تحركهم في عملية الإلكتروفوريسي برضو ممكن نقسمها 7 روتافيروس groups have been described which with human diseases mostly goes by group A viruses مين أكثر نوع من الروتافيروس بيسوي لديزيز هو لغروب A فيروس تمام and occasionally by group B and C viruses ممكن برضو البي والس فيروس سووا لي infections تمام the replication cycle progresses as follows أول شي انا كي بيباليش انا عندي شو سمو replication cycle اول شي انا عندي gastrointestinal acidity اوكي شو بيسوي لي and proteases activate viral infectivity by cleaving بيسوي لي cleaving بيكسروا لي شو بيكسروا لي هو vp4 اللي هو حكينا هاد هو تمام اللي هم اللي هم protease sensitive protein تمام فإذا عندي acidity والproteases الاسيديتي أسر الاسيديتي والprotease شو بسو هو اسموه protease sensitive protein فإذا اول ما يتعرض للprotease بيصيروا شو بيصيروا بيصيروا cleaving بي الاسيديتي والبروتييز انتو شو انتو شو شو اسموه intermediate infectious subviral particles تمام هلا الان these intermediate subviral particles bind to the GI epithelial cell بيرتبطوا بال GI epithelial cell وبدخلوا في عملية ال endocytosis تمام بدخلوا في عملية ال endocytosis تمام بدخلوا في عملية ال endocytosis جميلة ال endocytosis ه mans انتو شو ال endocytosis تساقط اmış الجميل ال endocytosis ال Z langsam ولو تخفف ال endocytosis إذن they passed about في محوط الاندوسوم الآن يخسر الاندوسوم في محوط هذا الفيريل في محوط الاندوسوم ويظهر بعملية Exéc� organisation خليدي denn orientation هو أن الإندسون تحمل يتحمل في ذلك الطائقة يج qualifications يصبح عندي عمزة بعد أن يخسر هذا الح aşfil يصبح رأي through vp1 حسنا vp1 ما هو كان اللي حكينا هو يكون جوة الانتر 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 جدا ممهم وهو هذا vp1 تمام حسنا هذا vp1 هو RNA dependent RNA polymerase شو يسوي 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 ترانسكريبشن لشو لل mRNA يطلع له mRNA وانا هذا mRNA ينعرف أنه used as a template for the synthesis of both proteins and negative sem تمام which is used as a template for both what is for synthesis of both proteins and negative sense RNA and negative sense RNA فإذا ها هي وظيفة من وظيفة vp1 حسنا يطلع mRNA ومستخدم template لكي نطلع عملية protein synthesis بشكل عام حسنا في cytoplasmic inclusions ما لدينا viroplasms the proteins assemble into new حسنا يطلع عن الان بصير هو replication وانا اطلع double-layered particles which would then house the reconstitution of double-stranded RNA اللي هم هيحوطوه اللي هو double-stranded RNA اللي أنا هطلعه تمام the double-layered particle acquies its outer layer by migration through endoplasmic reticulum اللي هو بتحرك جو endoplasmic reticulum عشان يحوط حاله ب new outer layer and the resultant is a triple-layered particle which would then leave the cell through life اللي هو بيطلع من السل بتكسير السل بيكسر السل وبيطلع لبرة لان السؤال طب مش يحنا حكينا هو بتحول لل single layer نعم هو بتحول لل single layer ولكن الدكتور حكى بانه هاي عملية مطولة انتم مش مطالبين فيها انتم مطالبين في اسست مراحل هذول وجدا مهمين تمام لان المحاضرة جدا قصيرة وممكن تنسألوا عن اي اشي في هاي المحاضرة شي بسيط انو انا عندي الفي بي فور بيصير ليش بيصوله كليف اللي هو البروتيز والاسيدتي اوكي بتحول لشو للانفكشو والسب فيروس سب فيروس بارتكال بيكونوا بارتكال صغار بيرطبطوا بالجي ويدخلوا جوا الاندوسايتوس اوكي الان بهاي اللي شسمه ال vp7 بتم خسارته جوا الاندوسوم والاندوسوم بتحلل وبطلع لي الفيروس تمام الفيرل جينوم بصيله ترانسكريبشن بمين بال vp1 هو ال RNA بطلع ال mRNA هاي ال mRNA هتطلع لي بروتين هتطلع لي نكتف سنس رن هذول البروتيز هاي حوطولي هاي سوولي يعني فيروس جداد واذول البروتيز جداد هيطلعوا من السل ثرو هيكسروا لي السل وحيطلعوا لبرة هايكسروا لي السل وحيطلعوا لبرة تمام هذول يعني خلني يعني زي صور للحكينا تمام طب لان نحكي عن single standard RNA virus مين هم single standard RNA viruses اللي هم members of the three positive single standard RNA viruses are known to cause gastroenteritis هذول يعني معروفين بسوولنا gastroenteritis بالهيومنز طيب اول نوع هو الكاليسي فاريدي فاميلي اول واحد اللي هو من اللي هو الكاليسي فاريدي فاميلي اللي هو احنا عنا النوروفيروس وعنا السابوفيروس اللي عنا النوروفيروس وعنا السابوفيروس تمام وعنا برضو 8 سيرو تاپ the astro وعنا اللي هم البيكورنا فاريدي فاميلي والامثلة اللي عليهم تمام نبدأ الان بالحكي عن الكاليسي الكاليسي فاريس وال astro فاريس enter the cell through endocytosis اوكي هذول الكاليسي فاريس وال astro فاريس enter the cell through endocytosis then they uncoated through an as yet und undefined mechanism into the cytoplasm بيدخلوا شو بيدخلوا بيسوو uncoating اوكي بعد ما يدخلوا على السل بيسوو بيسوو uncoating عشان يطلعوا لاشان يطلعوا الديم heritage ولكن هاي عملية l-uncoating لسه الميكانيزم تباحه مش معروف لسه شو لسه لسه الميكانيزم تباحه مش معروف تمام as for p-coronavirus their genomes enter the cytoplasm through فاذا نحكي الكاليسي وال كيف هذا البيكورنا بدخل السيتو بلازم تابعه بدخله through poor mediated penetration زي هون بالضبط لهو زي السرنجة تمام زي السرنجة شو بيدي سوي انه بيحقن الجنتيكو متيره زي الحقنة تمام زي هون بالضبط له ايش انا بصير عندي بدخل بيطلع دياني ولكن الكابسيت بيضله برا ولكن الكابسيت شو بيضله برا السل ما بدخل او ممكن انه يدخل جو فرضا هذا السل اوكي ممكن يدخل هو باندوسايتووسز يعني مثلا يدخل حيندي فيسيكر هنا صار ومن الاندوسايتووسز يسوي نفس عملية الحقن انه ايش انه يسوي لي يعقلي التجنتيكو متيريge justiclet justiclet or physical او ممكن من برا السل يحقلي الماتيريج Yellow من برسل وممكن ان يدخل بعدين شو بعدين بعد ما يدخل يحقنه جوه الفيسكل تمام طيب طيب As for biosynthesis and assembly Kalecivirus and astrovirus may express their specific proteins as early اوكي فاذا الكalecivirus والاستrovirus عندهم قابلية مش موجودة عند مين؟ مش موجودة عند البيكورنوvirus تمام؟ مش موجودة عند البيكورنوvirus شو هي هاي القابلية؟ انه هما بقدروا البروتينز تبعتهم ايه شمالها؟ انه يساولها اكسبرشن كأيرلي بروتينز وكليت بروتينز ممكن يساولها اكسبرشن كأيرلي بروتينز وكليت بروتينز اوكي الهم مين الأيرلي بروتينز على الاغلب؟ اما مثلا البيكورنوvirus لا تقريبا ما بقدر يقسم مين انه يطلع ايرلي مين يطلع عليه بيساوي ايش؟ بيساوي translation مرة واحدة اما الكاليسي والاسترو ممكن يجزقوا الـ translation process بينهم يطلعوا البروتينز قبل بروتينز ثانية طيب مين بالعادة بالكاليسي والاسترو بطلع عن عندي الفارس قبل الثانين؟ عادة اول بروتينز ستطلع لهم الـ enzymes والـ non-structural proteins الـ enzymes والـ non-structural proteins اما الـ late بطلع عندي مين لهم الـ chiefly structural proteins الـ chiefly structural proteins طيب البيكورنوvirus however اكسبرس دول جنوم بروتينز قبل بروتينز بعدين هذا البولي بروتينز تمتكسيره تمام؟ فإذا حكينا عن قابلية الهي الكاليسي والاستروفاريس ماذا هم بقدروا ايش يطلعوا الإشي إيرلي اشي regional أما البيكورنوball Adriene بعد قابلية الـ لما يتصحوا كان بروتينز قبل الكاليسي والاسترو وكن الببكورن stare انه الكاليسي والابيكورنو prime ها ماذا امmannAR وlungsقل انا كان عندي الكاليسي والاسترو بياسنتز و بالنهاوم كان هم اللي بتشابهوا بانه بقدر رسيو بهولايث ولكن الان الكاليسي وال始و بيطلعوا لتكري شو par بكسروا السل بيمروا السل بعدين بيختلفوا. أما الأسترو بيختلفوا كيف تطلع كيف تكسر لسل ولكن هاي الميكانيزم الى الان تعم؟ تعم؟ نعم؟ لا نعرف كيف يحدث. طيب هنا بحكي لك انه اللي هون حكينا هاي اللي هي اللي هي الــ Poremediated Penetration أو اللي هو endosomal membrane penetration شرحت لكم بياها بالصورة اللي حكيناها تمام؟ هون بحكي لك حكينا عن اللي هو subgenomic mRNA السبجينوميك امراني اللي هم مين اللي هم يكونوا الكاليسي اوكي وشو والاسترو تمام اللي هم بقدروا يجزقوا تمام بقدروا يجزقوا شو الترانسليشن بروسسس انو بيطلعوا لي ايرلي وليت هون يعني هاي الصورة بتشرح هذا الشيء ولكن دكتور حكي انو التفاصيل انتو مش مطالبين فيها ولكن احطيتها من باب الاحتياط اما فهي مين بسمح مين بسمح لاصلا عملية التجديل هي انو هم بيسو ايش بيسو اشي اسمه سبجينوميك امراني بسو سبجينوميك امراني هذا السبجينوميك امراني هو بسمح لالشو اسمه للترانسليشن انو تسوي لي ايرلي وليت ايرلي وليت تمام اما بما انو بيكورنا ما بيطلع هذا السبجينوميك امراني ما بيقدر يسوي فبيطلع لي بروتين طويلة بوليبيبطاية طويلة وانا بعدين ايش بكسرها لا ايش لا بروتينز مختلفة تمام لان ننتقل بالحكي الى الادينوفيروسز تقريبا اتقريبا تماما ابحل ايش بمتعالي سيرو تائب ايش بيضا بان اوعي 7 يشير العمل لانا اقراض جثم ايش بمتعالي التعالية هذه الواضحاء متحدة بتفضل عضو 6 سبجينوميك ايش بيضاني هذه الواضحة السبعة واربعين نوع قسمنا من ايش بل وهكي سيرو تائب 40 و 41 يشير عضو الف compука وحصو ايش بتقريب ايش بل الف سبجروب بعد التقزيم الثاني من ايش بيضاني هم ابنانه يسببها مباشرة م degradation على المشاهد المضاء فبما انهم بالعادة يم Language غاسترو انتراتيز شو سمناهم سمناهم الانتيريك ادينوفارس شو سمناهم سمناهم الانتيريك ادينوفارس ادينوفارس انتر the cell through receptor mediate endocytosis بيدخلو as cell through receptor mediate endocytosis تمام then are released into the cytoplasm by disruption of the endosomal membrane اوكي في اثنهم بيدخلو شو بيدخلو بعملية اللي هي الاندocytosis تمام then they are released into the cytoplasm by disruption of the endosomal membrane بعد ما يدخلوا تمام بتكسر هذا الاندوسوم الممبرين وبطلعوا شو وبطلعوا بصيروا جوه السل اوكي وبيطلعوا بصيروا جوه السل The viral DNA is important into the nucleus زي ما حكينا هو احنا بصير عنا replication وين في النيوكليوس تمام في اول محاضرة اول محاضرة حكينا وين حكينا انه الارن اي فارز اللي وما نشناهم هون بصيروا بالسايتو بلازم اما الدبل ستاند الدياني اللي هو الوحيد اللي هو الادينوفاريدي بيكون وين بيكسر له replication inside the nucleus تمام هاي جدا المهم انكم تتذكروها تمام اوكي احنا شو بصير عنا بصير عنا the viral DNA is imported into the nucleus through the nuclear pore complex through the nuclear pore complex and after their assembly the virions get released cell by lysis تمام get released from the cell by lysis فإذا مين لحد الان الوحيد اللي ما كان يسوي لنا lysis اللي هم الاسروفيروس فهذا ممكن موضع سؤال انه مثلا all of these cells live by causing lytic شو اسمه lytic شو اسمه lytic lytic تمام اكسبت مين اكسبت الاستروفيروس تمام فهذا المحاضر يعني هي قصيرة ولكن الاسئلة ممكن يعني تيجي عليها بتخربط شوي اوكي ونحن عندنا صور برضو بيكون شو برضو بيكون يعني هون كيف مثلا بدخل على اليوكلياس بيحكي لك انه كيف الpenetration وهذا يعني هو ايش هو عبارة عن الحكي اللي حكينا فوق تمام لان نحكي شو عن الامينولوجي the body responds to the root of virus infection by producing type specific antibodies بيطرع لنا انتيبوديز تمام والهومورال انتيبوديز may be produced indefinitely اوكي الهومورالفاروس عادها بتطلع لنا ال-IgG ولكن احنا في الاميونيتي against reinfection may be best confirmed by شو by local production of secretory IGA بالريكرانس بيصرح نعني اكثر IGA من ال-IgG اوكي والsecretory IGA بيكون ممكن موجود في الكولوسترام اللي هو early secretions لابعت ال-breast gland وبومكن كمان في ال-breast milk for several months after delivery and breast milk may also contain productive mucing glycoproteins هؤلاء طبعا مهمين عشان نحمي الأطفال من ايش من الباثوجينز بشكل عام the role of both the humoral and local antibodies in preventing reinfection with chalysi virus is less well defined than in rotovirus فإذن الهومورال وال local antibodies تقريبا ايش يعني الرول تبعهم مفهوم اكثر وين في ال شو اسمه في ال rotovirus اكثر من بال chalysi virus genetic and other non-immune mechanisms may play a more significant role in protecting against these viruses تمام فممكن ايش انه genetic and other non-immune mechanisms ممكن برضو يكون لهم دور مهم في ايش في عملية protection ضد هذولا الفاروس طب ال epidemiology اي جزء من المجتمع تقريبا او اي جزء من الناس بيكون نحن معرض اكثر شي بيحكي لك viruses account for the majority of cases of watery diarrhea طب شو هو ال watery diarrhea بس للتفكير watery diarrhea اللي هو ايش اللي هو الدياري اللي ما فيه لا باس ولا بلد باس فقط يعني ما في باس ولا بلد بيعتبروا watery diarrhea اوكي يعني بيحكي لك انه الفاروس سووا لنا ايش سووا لنا عبء عالمي تمام بمشكلة الديارية اوكي وخصوصا ومين خصوصا بالدول اللي هي مواردها محدودة ويردياري للإلنس is complicated by such فيروس لو الدياري للإلنس برضو كمان بتكون يعني مش بس فقط في الفاروس مرضو الناس بيكون عندهم ايش بيكون عندهم مال نيوتريشن بيكون عندهم اووركراودنج في عندهم ازدحام شديد وبرضو بيكون عندهم بيكون عندهم مشكلة في النظافة the microbial etiology of watery diaria is rated to such factors as اوكي يعني مين شو الاشياء برضو اللي بتأثر اللي هو الاجي جروب اوكي الاجي جروب هو اول اول شي بيأثر على اللي هو بيحكي ذكي انه روتو فيروس والسابو فيروس mainly infect children اللي هما يكونوا كم عمرهم من 6 to 24 months of age الاجي جروب الروتو فيروس والسابو فيروس mainly infect children that are age 6 to 24 months of age while enteric and adenoviruses especially target those less than 5 years of age اوكي نورو and astroviruses on the other hand can affect both children and adults ايضا مين اللي بيأثر على الاصغر ناس اللي هم الروتو والسابو اوكي اللي بيكونوا متوسطين خلن نحكي اللي هم الانتيريك adenovirus اللي هم حكينا اللي بيكونوا type F واخر شي النورو والأسترو بيأثروا على الامة على الالشيلدرن وعلى الادلتس تمام الريسورس بيحكي لك the relative importance of bacteria as agents of watery diarrhea watery diarrhea means حكم نوباس or blood is higher in resource limited countries تمام when compared to resource rich ones especially in adults such bacteria agents include vibrio cholera مين البكتير اللي هم 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 okay الـ outbreak ستنج شو بهم بالـ outbreak ستنج اوكي شو ممكن يأثر بيحكي لك outbrakes in semi-closed or closed communities هم زي شو زي العائلات زي المستشفيات الصغيرة زي المدارس زي المطاعم زي السفن okay in resource rich countries are mostly caused by kalysevirus فإذا عندي بالـ outbreaks اللي بتصير بالـ semi-closed or closed communities عاد تميم يكون مسؤول عنها من الفيروس لهم kalysevirus then by astrovirus تمام while the rest of viruses may cause sporadic cases sporadic cases يعني حالات متفرقة ما بأقدر اني أنا أسوي لها إيش ولكن بالـ semi-closed or closed community لو كنت أنا متأكد أن السبب هو فيرل فعلى أغلب هو يا kalysev يا astro وليس الثانيين تمام اللي كان اسمه اللي حكينا عنه في محاضات البكتيريا is an important agent of nosocomial diarreal هو ال diarreal اللي بيصير في ال في ال hospital settings okay while cholera remains a significant cause of epidemic water and resource limited countries يعني البكتيريا ليس كثير مهمة مهمة نحن نتذكر بأنه بالـ semi-closed والclosed communities مين بيكون بيكون يا kalyse يا astro بس من أهمل هو الكاليسي فيروس تمام seasonal incidents rotavirus and astrovirus infections predominantly occur in winter الرota وال astro بيجو أكثر في winter وال adenovirus occur in summer فيذن الرota وال astro occur in the winter وال adenovirus occur in the summer on the other hand kalyse happens year round with norovirus showing a winter peak فيذن الرota وال astro أوكي الرota وال astro وال noro ال rota وال astro وال noro بيصير بال winter ال adeno بيصير بال summer وال kalyse بيصير على مدار العام تمام immune status roto viruses and kalyse viruses and entery adeno viruses may persistently shed شين persistently شد يعني بيكون موجودين في intestinal tract أوكي في gastro intestinal tract ولكن شو يعني بنزلوا في الفيس ولكن ما بيجيني ب ديارية أما بال chronic بيكون عنا ديارية تمام شو سمو وين بيكونوا هذول بيكونوا أكثر شي بال immune compromised okay بال immune compromised معرف أن viral infections عادة بتأثر أكثر شي على من عادة أكثر شي بتأثر عليهم immune compromised مثل ناس عندهم organ transplantation ناس عندهم HIV infection gastroenteritis viruses are mostly transmitted by fecal oral root okay with norovirus and astro viruses being also transmitted by food and water فإذا عادة fecal oral root بتكل الفيرس إلا من إلا النور وال astro ممكن يتم انتقالهم بال الفود والواتر خصوصا في الأماكن اللي بيكون في عنا low sanitation تمام pathogenesis and clinical features rota and kalesi are both known to destroy villus epithelial cells بيدمروا لي الفي epithelial cells cause shortening of the villi and mild mononuclear cell infiltration of the mucosa وبصير عنا mild mononuclear cell infiltration of the mucosa this leads to a decrease in the absorptive surface area هذا بيسبب لي مشاكل بشو بال absorptive surface area بيقلل لي ال absorptive surface area وهي متعتبر مشكلة كبيرة and production of age of disaccharides تمام viral execution of rota viruses كم يعني الشي اسم rota virus كم تقريبا بجلس له من يومين ل 12 يوم and structural and functional changes due to rota virus infection هاي اللي حكينا عنها اللي هي villus destruction هاي الشارد ما انت بترجع طبيعية تقريبا ممكن من ثلاث لثمان أسابيع تاخد عشان ترجع نورمال اوكي بين الاكسكريشن تبع rota virus بياخد من يومين ل 12 يوم والأثر تبعه بيظل موجود تقريبا من ثلاث لثمان أسابيع viruses of the gastroenteritis mostly have an incubation period of 0.5 to 3 days من نصف يوم إلى ثلاث أيام except for enteric adenovirus ممكن تقريبا ال incubation period يظلوا كم يظلوا تقريبا which is most prominent وين أكثر شيء بيجي عندنا الفوميتنج الفوميتنج بيجي أكثر شيء بالنورو فيروس الفوميتنج ممكن يظلوا موجود من يوم إلى ثلاثة أيام والديارية ممكن تكون موجود من أربعة إلى ثمان أيام and the disease is mostly self-limiting in the general population في الناس المنعتهم طبيعية هذا يشبس أن الدزيز يروح لحاله تمام شوال نحن نطلب انفستيجيشن ولكن في هذه الحالات الخمسة نطلب انفستيجيشن في الناس اللي بيكون عندهم underlying conditions أنا لازم أعرف شو الكوز هذول الناس بيجي عندهم السمتمز عنيفة فلازم شو لازم أنا أعرف شو الكوز عشان أعرف كيف أحده بالأوتبريكس في المدارس عشان أعرف أحتوي هذا الفيروس عشان إيش عشان أنه ما ينتقل هذا بين ليش بين الأطفال بين الناس ممكن الاميون وكمبرميز هذه الأشياء عشان برضو نسوي شو اللي هم الانفكشن كنترول براكترس إنه ندرب ونسوي نسوي بروتوكول في المستشفيات وفي البرولونج ديارية في الديارية اللي بيكون أكثر من سبع أيام وإذا دياجنوز نحن مش عالفين هو انفكشن ديارية ولا هو انفلماتري بول ديزيز تمام شو مطب لو أنا مثلا بدأ سوى انفكشن شو من الانفكشن الموجودين ممكن نسوي انتجن التكشن اللي هو الالايسا تست إس كوميرشي لتكشن روتا ونورو وآدينو فإذا الالايسا بيسوي التكشن لمين بيسوي التكشن للروتا والنورو والآدينو ممكن برضو نسوي نيوكلي أس التكشن اللي هو الPCR has become the main state for detection of the gastroenteritis in stool both for clinical and epidemiological purposes ثالث نوع الالكتروميكروسكوبي الالكتروميكروسكوبي ممكن حدد لأي نوع ولكن مشكلته أنه مجهد وبيحتاج إلى طاقم عمل كبير وفيروس ازوليشن is either not feasible أوكي مثلا بالكليسي فيروس ما نستطيع نسوي أو في حالات شو في حالات الروتا والآسترو هناك حالات الماضي ممكن أن أعطي حالات الماضي أما في حالات السبير سأعطي IV فلويد لا يوجد عمل لأعطي موتيلي لا يوجد داعي أن أعطي موتيلي 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 الهيجين 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 والحجر هم الحجر الأساس بشو بإنه نمنع هذا الهيجين وممكن شو طبعا نحن نروح عند الناس اللي بيكونوا يشتغلوا في الأكل والناس اللي فيه الأماكن المزدحمة وهاي الشغلات وبرضه يعني فيه عندنا شوية فيروس وفاكسين وعندهم إفكاسي عالي تم تطويره وهذا الشيء تم إضافته لبرنامج الوطني في الأردن في عام 2015 اللي هو نعطيه تقريبا على أول ما تكون بالشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع من عمر الطفل ويبتون خصة محاضرتنا لهذا اليوم ويعطيكم الفعافية